موسيقى الثامنة صباحا بتوقيت القدس المقتلة نشرة مفصلة للأخبار وإلى العنوة موسيقى قتيل وعدد من الجرحى مع تجدد الاشتباكات في مخيم عيدة وغفة لبنان وهنية يبحث تطوراته مع رئيس مجلس النواب اللبناني والأمين العام لحزب الله موسيقى الأسد يؤكد فشل كل محاولات ضرب القومية العربية والمؤتمر القومي العربي يدعو إلى ضرورة الاستفادة من انتصار دمشق موسيقى والخارجية الأمريكية تجلي موظفيها غير الأساسيين وتبقي سفارتها مفتوحة موسيقى أمير عبداللهيان في اسلام أباد لبحث تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ولتأكيد عمل الدول الإسلامية الموحد إزاء الإساءة للأديان السماوية موسيقى أهلا بكم أفاد مراسل ميدين بمقتل فلسطيني وإصابة خمسة في تجدد الاشتباكات في مخيم عن الحلوة للاجئين الفلسطينيين جنوب لبنان وأشهد المخيم إطلاق نار وإطلاق قدائف صاروخية بين حركة فتح وجماعات متشددة من جهتها عصبة الأنصار أكدت في بيان أنها لم تشارك الاشتباكات التي يشهدها المخيم وهي معنية بعودة الهدوء إليه أمين سر حركة فتح في سيدة ماهر شبيطة أكد التزام الحركة بوقف إطلاق النار في المخيم وأضاف خلال اتصال مع الميدين أن الحركة تفاجأت ليلة أمس بقصف صاروخي على أحد مواقعها مع أداء الارتقاء شهيد وسقوط جريحين نحن ملتزمين بوقت إطلاق النار بذليل على ذلك أنه بدأنا بالمرحل الثاني بعد تثبيت إطلاق النار بتشكيل لجنة التحقيق وتم تشكيل لجنة التحقيق وغدا داء رديس تلك التحقيق إلى اجتماع حتى نستكمل والمطالب بين القتلة الذين قاموا بعملية إرتجاج للواء العرموشي لكن تفاجأنا بقصف على موقع اللواء العرموشي بصاروخ تم قصف الموقع واستشهاد شهيد وهناك جريحين وكذلك إطلاق النار باتجاه البستان ومحاولة تقدم باتجاه شارع البركسات تم صدق لكن نحن في حركة فتح قوات الأمن الوطني ملتجينين بقرارات القيادة السياسية الفلسطينية واللبنانية هذا الموضوع برشف هذه القيادة إلى ذلك بحث رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه برري التطورات الأخيرة في مخيم عن الحلوة وخلال اتصال هاتفي دعا هنية برري إلى التدخل الإيجابي لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم وأكد حرص الحركة على الأمن والاستقرار في المخيمات والجوار من جاته أكد برري حرصه على أمن أبناء الشعب الفلسطيني وشدد على تهديئة الوظيف المخيم بالتعاون مع المرجعيات الفلسطينية هنية وجه أيضا رسالة إلى الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله تمنى فيها بذل جهد لإيقاف الاشتباكات الدائرة في المخيم وأكد هنية لسيدنا صلاح حرص حماس على أن تبقى المخيمات عنوين عودة إلى فلسطين وأن يبقى السلاح الفلسطيني موجها ضد الاحتلال الإسرائيلي في حسب وشدد على ضرورة الوقف النهائي لإطلاق النار وسحب المسلحين من الشوارع وفي مقابلة مع الميدينة أكد النائب في البرلمان اللبناني أسام سعد أن إسرائيل تصاعد ضد لبنان وفلسطين ويجب عدم مساعدتها بإثارة الفتن داخل المخيمات السلاح الفلسطيني في المخيمات له دورين لا ثالثة لهم الدور الأول أنه إذا صار عدوان من العدو الإسرائيلي على لبنان شو وظيفة هذا السلاح بالتنسيق مع المعنيين بصد العدوان إن كانوا قوى مقاومة ولا كان جيش لبناني وهذا أمر لازم يكون واضح أن هذا السلاح له هذه الوظيفة في حال صار عدوان على لبنان والوظيفة الأخرى اللي هي لها ضرورة وأهمية هي ضبط الأوضاع والاستقرار في المخيمات وملاحقة كل أشكال الجرائم من الجواسيس اللي ممكن يعملوا اختراقات شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات وساعة في مناطق عديدة من الضفة الغربية المحتلة قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة شبان من بلدة برقين غرب جنين قبل الانسحاب منها كما نقلت وسائل علام فلسطينية عن مصادر محلية قولها إن المقاومين أسقطوا طائرة مسيرة للجيش الإسرائيلي في أجواء مخيم جنين قوات الاحتلال اقتحمت أيضا بلدة بيت أمر شمال الخليل واعتقلت الفتى يزن خليل ثلاثة عشر عاما من منزله كما اعتقلت طالبا جامعيا عقب اقتحامها بلدة قبل جنوب نابلس جسر معلق فوق راضي سلوان يمثل إضافة إلى المشهد التهودي في القدس المحتلة تقرير هنا محميد العنوان المعلن جلب السياح إلى القدس ولكن خلف هذا العنوان تكمن تفاصيل كثيرة عن تهويد فضاء المدينة يمتد الجسر المعلق على طول 200 متر يصل بين البلدة القديمة من جهة جبل صهيون إلى حي أبو طور المقابل جنوبا حيث ينتهي في مزرعة تلمودية أقامتها سلطة الحضائق والطبيعة الإسرائيلية وجمعية إلعاد الاستيطانية على أراضي فلسطينية خاصة تم مصادرة حوالي 99 دنم لأجل هذا المشروع وأيضا لتسهيل وصول المستوطنين من الجزء الغربي من مدينة القدس إلى البلد القديم سلوان التي ترزح تحت عجلة الاستيطان الصاحقة لكونها الحامية الجنوبية للأقصى تمتد في الأفق من هذا الجسر المعلق فوق أراضيها وهو يرتبط بشبكة مشاريع استيطانية على رأسها مدينة داود في حي وادي حلوة ويزورها سنويا نحو نصف مليون مستوطن هناك أكثر من 26 حفري ونفق تقوم بها الجمعيات الاستيطانية والمؤسسة والمؤسسات الاحتلالية من سلوان باتجاه المسجد الأقصى والبلد القديم أربع متاحف توراتية وقيمت في سلوان افتتح الجسر هذا الأسبوع بالتزامن كشف الإعلام الإسرائيلي عن مشروع خطير آخر لتنفيذ روايات دينية صهيونية حول استفاء الطهارة لدخول الهيكل المزعوم برماد أبقار حمراء جرى استيرادها لهذا الغرض بالذات أمر سيشجع أوساطا دينية واسعة على المشاركة في اقتحامات المسجد الأقصى هنأم حميد القدس المحتلة الميادين رفع بنك إسرائيل المركزي مستوى الخطر على الاستقرار المالي بسبب التعديلات القضائية البنك حذرها من أنه إذا اشتدت حالة عدم اليقين القائمة بشأن عكاسات التشيئات القضائية إلى جانب إمكانية استمرار الزيادة أسعار الفائدة وتباطئ النمو في العالم فإن النظام الاقتصادي في إسرائيل سيتأثر سلبا على المدى المتوسط وذلك بحسب تقرير الاستقرار المالي نصف السنوية الذي يصدره البنك المركزي الإسرائيلي وكلما طال أمد الأزمة الداخلية في إسرائيل امتدت تبعاتها السلبية إلى مجالات أخرى وآخر ضحاياها الجهازان الطبي والأكاديمي في ظل تحذير من هجرة العدبقة التفاصيل في التقرير التالي لمنال إسرائيل التبعات السلبية للأزمة الداخلية الإسرائيلية بدأت بالاتساع لتطال مجالات جديدة وحيوية بما يعكس عمق هذه الأزمة وتشعباتها فبعد الشرخ الاجتماعي وتضرر الاقتصاد والمسي بالجيش وشركات الهايتك جاء دور الجسمين الطبي والأكاديمي في إسرائيل الذين يهدد أعضاؤهما بالمغادرة بما لذلك من انعكاسات سلبية على مستوى الطبابة في إسرائيل ومستوى الجهاز الطبي وكفاءته فيها مع الحديث عن مغادرة أطباء إلى الخارج يمكن القول أن هجرة الأزمغة أصبحت في الطريق رقابة الأطباء تحاول صد موجة الأطباء الذين يهددون بالانتقال إلى الخارج ما قد يتسبب بضرر هائل للمنظومة الصحية في إسرائيل لكن ليس الأطباء فقط من يريدون المغادرة هناك علماء وأكاديميون أيضا حذروا في رسالة بعثوا بها إلى رئيس الحكومة من ضرر التشريعات الذي قد يدمر مستقبل الأبحاث والعلوم في إسرائيل تساع ظاهرة الأطباء الذين يهددون بالمغادرة والذين ينتظمون في مجموعات واتساب تضم أكثر من ثلاثة ألاف طبيب أصبح أكثر خطرا مع تنفيذ بعض كبار الأطباء في إسرائيل تهديداتهم وانتقالهم إلى الخارج لقد شعرت بالضائقة والقلق جميعنا نتحدث من القلب هناك خشية من الدكتاتورية ومن منع الأطباء من مغادرة إسرائيل هذه أمور قاسية جدا لم أسمعها من قبل من الأطباء إذا حولوا الحياة لتصبح غير مقبولة فإنني كإنسان قبل أن أكون طبيبا لن يكون لدي خيار سوى المغادرة من الأجدر بالمدير العام لوزارة الصحة أن يبدأ بالتحذير أمام الحكومة بأن المؤسسة الصحية ستواجه أزمة قاسية وفيما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه بعد التشريع قامت مستشفيات ومنظمات طبية في دول الخليج وفي الإمارات والبحرين تحديدا بالتوجه إلى أطباء إسرائيليين للعمل لديها بشروط جذابة أظهرت معطيات ارتفاع مستوى الإقبال في أوساط الإسرائيليين للحصول على جواز سفر أجنبي وهو ما يشبه برأي محللين الهجرة المعاكسة من إسرائيل أكد الرئيس السوري باشار الأسد خلال لقاء أعضاء وفد المؤتمر القومي العربي في دمشق أهمية توسيع مفهوم المقاومة ولسيما مقاومة الفكر الذي يستهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية أما أعضاء الوفد فأكدوا ضرورة تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية لدعم المساهمة الشعبية في إعمار السوريا وكسر الحصار عليها محمد الخضر دعم سوريا في مواجهة العقوبات والحصار عنوان رئيس في محادثات وفد الأمانات العامة للمؤتمر القومي العربية مع الرئيس بشار الأسد الرئيس السوري أكد للوفد أهمية توسيع مفهوم المقاومة وبخاصة مقاومة الفكر الذي يغزونه بشكل قسري بهدف تفكيك البنية الفكرية للشعوب العربية تخذ المؤتمر القومي العربي موقفه مع سوريا ضد العدوان وضد الاحتلال وضد الحصار إيمانا بأن سوريا بموقعها في قلب أمتنا العربية وبدورها لا يمكن أن تترك صباحي أكد أهمية تمتين الوحدة الوطنية السورية كعامل أساسي لصد العدوان وعليه أجر الوفد محادثات مع وفد من هيئة التنسيق المعارضة عنوانها بلسمة الجراح وأطلاق مرحلة من المصالحة والمسامحة ناقشنا وقلنا طلبات طلبنا أن نقلوها للطرف الآخر من هذه الطلبات بداية هذه الطلبات إجراءت بناء التقاة لفاجع عن عدد كبير من المعتقلين ومنهم معتقلين أعضاء وفد الأمانة العامة للمؤتمر أشادوا باحتضان سوريا للمقاومة وموقفها المبدئي الرافض للتطبيع وأصرارها على طرد قوى الاحتلال عن أراضيها لايها أن تواصل الانتصار من أجل ضحف القوات الأمريكية وقوات الاحتلال الأمريكية والتركية وتحقيق وأن تكون سوريا دولة مستقلة وطنية لكل أهلها وفد الأمانة يأكد على تفعيل دور الأحزاب والمنظمات الشعبية العربية لدعم كل جهد يدعم مسيرة الإعمار وكسر حصار عن سوريا رمزية عالية يحملها هذا الاجتماع مع ما يمثله المشاركون من حضور فكري وسياسي فاعل في اتجاه تعبئة شعبية عربية ودولية لإسقاط الحصار وقانون قيصر ودعم سوريا في مواجهة الحرب عليها ونحب ثرواتها وتعزيز قدراتها لاستقبال اللاجئين من أبنائها محمد الخضر دمشق الميادين فاصل قصير بقو معنا موسيقى من جديد أهلا بكم ونستانف نشرتنا من النيجر حيث رفض قائد الانقلاب عبد الرحمن تياني العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ردا على الانقلاب وفي خطاب تلفزيوني واصفت ياني العقوبات بغير القانونية وغير العادلة وغير الإنسانية وشدد على أن النيجر لن تخضع لضغوط الإقليمية والدولية لإعادة الرئيس محمد بزوم إلى السلطة وضف أنه لا يوجد أي سبب موضوعي أو موضوعي يدفع الفرنسيين إلى مغادرة البلاد حان الوقت ليخبركم بأن الأسبوع والأشهر المقبلة ستكون صعبة على بلدنا ليس لدى أولئك الذين يعرضوننا حدود عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن مصالحهم الأنانية ولن يتوقف إلا عندما يواجهون تصميم شعب النيجر الراسخة على الدفاع عن مصالحه وسيادته لن يقف إلا في وجه شعب موحد في تضامنه تحت قيادة زعماء وطنيين وإذا أرادوا الذهاب إلى نهاية منطقهم المدمر فاعلموا أنها آخر معركة كبرى سنخضها معا من أجل الاستقلال الحقيقي لبلدنا أمرت وزارة الخارجية الأمريكية موظفية في السفارة الأمريكية لدنيامي وعائلاتهم بمغادرة البلاد نظرا إلى تطورات الجارية في النيجر وبدافع الحذر الشديد وفي بيان نصحت الخارجية الأمريكية الأمريكيين في النيجر بالحد من تحركاتهم غير الضرورية في العاصمة نيامي وشددت على تعليق الخدمات القنصلية الروتينية لأن السفارة باتت غير قادرة على ذلك نظرا إلى خفض عدد موظفيها السفارة الأمريكية في نيامي مفتوحة ونعتزم أن تظل كذلك الوضع في نيامي لا يزال هادئا بشكل عام نواصل مراقبتنا وسنتخذ القرارات المناسبة فيما يتعلق بسلامة موظفين في السفارة والمواطنين الأمريكيين أعلنت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية نيس كلمار أن المدنيين في السودان يعيشون يوميا رعبا لا يمكن تصوره في سياق الاقتتال بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني وفي تقرير للمنظمة عن تفشي جرائم الحرب ومعاناة المدنيين في السودان أضاءت كلمار على جرائم القتل العشوائية وتدمير المرافق الصحية والإنسانية ودعت المجتمع الدولي إلى زيادة الدعم الإنساني بشكل كبير واستخدام الدول الكبرى نفوذها على الأطراف المتحاربين لإنهاء الحرب كشفت منظمة الفاو التابعة للأمم المتحدة أن أكثر من 20 مليون سودانيين على حفة المجاعة بسبب الحرب المنظمة وصفت الوضع في السودان بالحرج خصوصا أن أكثر من 6 ملايين شخص في مرحلة الطوارئ من مراحل الجوع الحاد الأمم المتحدة قالت أن الحرب أجبرت نحو أربعة ملايين شخص على النزوح إلى داخل البلاد وخارجها أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان في مستهل زيارة باكستان بدأ فصل جديد في العلاقات الإيرانية الباكستانية وسيبحث أمير عبداللهيان مع المسؤولين الباكستانيين تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بما في ذلك التعاون الحدودي والقضايا الإقليمية والدولية ولسيما ضرورة العمل الجادي والموحد إزاء إساءة المقدسات الأديان السماوية في بعض الدول الأوروبية وقال أنه سيتم خلال الزيارة الاتفاق على موعد للزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إسلام أباد بدأت بحرية حرس الثورة في إيران مناورة في الجزر الإيراني أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في مياه الخليج حيث اختبرت صواريخ مزودة تقنية الذكاء الاصطناعي من طهران أحمد بحراني في الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى ومحيطها أطلقت بحرية حرس الثورة مناورة اقتدار لحماية الجزر في مياه الخليج وللمرة الأولى جرى اختباره صار خي فتح الباليستيكا وكروز قديرا المجهزين بتقنية الذكاء الاصطناعية وأزح الستار عن سفينة الشهيد حججي المزودة بصواريخ يصل مدىها إلى 600 كم استعراض قوة فما هي رسالته رسالتنا الرئيسة هي أن الدول المطلطة على دفطي الخليج قادرة على توفير أمن المنطقة على أساس الأخوة والمودة الإسلامية ولا حاجة أبدا إلى وجود أمريكا أو حلفائها الأوروبيين مقاتل البسيج يشكلون معظم القوات المشاركة في المناورة واستدعم معلوماتي من الطائرات والقطاع البحرية المسيرة والتدريب على أحدث التقنيات العسكرية اختبرنا أسلحة جديدة من ضمنها صواريخ وجرى تعزيز مداياتها وضقتها في ضرب الأهداف البحرية إضافة إلى اختبار طائرات مسيرة بقابليات جديدة وكانت القوات المسلحة الإيرانية قد اختبرت بنجاح صاروخ كروز أبو مهدي المخصص لتدمير الأهداف البحرية المتحركة وصفة إياه بالمنظومة الإستراتيجية الفريدة في نوعها القادرة على تغيير معادلة أي حرب بحرية محتملة تتزاحم المناورات والاختبارات العسكرية في إيران منذ أسابيع وذلك بالتزامن مع تزاحم المستجدات الإقليمية على أكثر من صعيد توجه قد تسعى إيران من خلاله إلى القول أنها مستعدة للتعامل مع كل السيناريوهات حتى في زمن المصالحات أحمد البحراني طهران الميادين أكدت سلطات جمهورية دانياسك الشعبية أن القوات المسلحة الروسية تتقدم باتجاه مدينة أفديفكا في دانياسك من ثلاث جهات مختلفة ونقلت وكالة سبوتنك عن السلطات قولها أن العملية مشابهة لما تم تطبيقه خلال تحرير مدن أخرى مثل يارتيموفويسك وسوليدار حيث تم حصارها قبل الدفع بالعدو بعيدا وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية بدأت باستنفاذ قوها رغم التحسنات القوية التي تم تلكها في المدينة جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين استعداد روسيا للعودة إلى صفقة الحبوب حالما ينفذ الغرب التزاماته ذات الصلاة وخلال اتصال هاتفين بنظير التركي رجل طيب أردوغان طلب بوتين دعم تركيا لموقف موسكو المتعلق بتصدير الحبوب وكسر العقوبات الغربية المفروضة عليها بينما تهدد التحقيقات الجنائية المتزايدة الطموحات السياسية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمنح نسب التأييد الكبيرة في الاستطلاعات دفعة قوية له حيث يتصدر استطلاعات الرأي في الحزب الجمهوري التفاصيل في التقرير التالي لعلي الأحمر على الرغم من القضايا التي تلاحقه والاتهامات الموجهة إليه والأحكام الصادرة في حقه يبقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظا فيما تطرده قائمة طويلة من المنافسين داخل حزبه استطلاع للرأي أجته صحيفة نيويورك تايمز أظهر أن ترامب يهيمن على منافسيه في الترشيح الجمهوري للرئاسة متقدما على أقرب منافسيه حاكم فلوريدا رون دي سانتس بفرق ساحق هو 37 نقطة وعلى الرغم من تزايد الضغط القضائي والقانوني عليه فأن شعبيته في أوساط القاعدة الموالية له بشدة لم تتأثر قط إذ خلص استطلاع إلى أن الناخبين الجمهوريين تخلصوا من مخاوفهم بشأن تصاعد الخطر القانوني الذي يواجهه الاستطلاع لم يكن الوحيد إذ سبق أن تقدم الرئيس السابق في معدل الاستطلاعات السابقة حيث ارتفع تأييده 20 نقطة مذوجهت إليه اتهامات تزوير سجلات تجارية في منهات قبل أربعة أشهر الملاحقات القضائية بحق ترامب لم تتوقف وآخرها توجيه المحكمة الجنائية لائحة اتهام جديدة ضده مع ستة أشخاص آخرين لم يتم الكشف عن هويتهم وذلك في قضية اقتحام الكونغرس ومحاولة قلب نتائج الانتخابات فيما جرى استدعاؤه إلى التحقيق بجأن هذه الدعاوة وهو ما قد يزيد من التوتر القانوني والسياسي المحيط بانتخابات الرئاسية المقبلة وبهذا التقرير نصل إلى ختام هذه النشرة لمزيد من الأخبار والتقارير يمكنكم زيارة صفحات المادين على الانترنت المادين.net بلغة الثلاثة العربية والإنجليزية والإسبانية نلقاكم على خير اشتركوا في القناة